وإلى كامب ديفيد حيث نبددت القمة الأمريكية الخليجية بأنشطة إيران التي تهدف إلى زعزاعة الأمن في المنطقة وأكدت القمة التي عقدت أمس في منتجع كامب ديفيد على تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي تفاصيل أكثر عن نتائج قمة كامب ديفيد في سياق التقرير التالي بعد مباحثات مكوكية في البيت الأبيض وكامب ديفيد خرج الزعماء الخليجيون من اجتماع بالرئيس الأمريكي باراك أوباما بتأكيد أمريكي على دعم الخليج عسكريا في مواجهة أي مخاطر خارجية البيان الختامي لقمة كامب ديفيد أقر استخدام واشنطن للقوات العسكرية لحماية حلفائها خليجيين من أي تهديدات محتملة إضافة إلى حديث أوباما في كلمة الختامية عن زيادة تدريب القوات الخليجية مع نظيراتها الأمريكية لرفع قدراتها وتسريع نقل الأسلحة إلى دول الخليجة مع تعزيز الدفاعات الخليجية ببناء نظام انزار مبكر فضلا عن تعهد واشنطن ببناء قدرات صاروخية بالمنطقة التعهدات الأمريكية تبدو هامة للدول الخليجية التي قلقت كثيرا من الاتفاق بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي ما دفع أوباما ونظراء الخليجيين إلى تخصيص أولى جلسات مباحثاتهم حول تهران نتائج قمة كامبي ديفيد امتدت للاتفاق على استمرار التعاون في محاربة داعش وإقرار ضرورة خروج بشار الأسد من السلطة بعدما فقد الشرعية وبالتزامن مع قمة كامبي ديفيد جاء إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون يمنحه حق النظر في الاتفاق النووي النهائي المحتمل التواصل له هذا الصيف بين إيران والدول الكبرى ترجمة نانسي قنقر